السلام عليكم وعملين ايه معاكم نادا الهمشاري خبيرة الاروما ثرابي معانا النهاردة ماسك الكولوجين بالدهب بس مش للبشرة المرادي الماسك دود هنعمله لشعرنا طبعا كلنا نفسينا شعرنا يبقى غني بالكولوجين وناعم وطري مفيش تساقط مفيش تأصيف الماسك ده هيعملك كده وكمان بمكونات طبعية 100% وهتعمليه من البيت الماسك ده غني فيتامينات اي و اي و كمان فيتامين كي بيغزي البصيلات بيمنع التساقط كمان بيطهر فر وتراسه وبيعالج الاشرة ومش كده وبس بيزود معدل لمو الشعر ده للناس اللي شعرها ما بيتوالش سواء بقصته ومطولش بعد كده او عملته فرد عمل السحب لون كل المشاكل ده هتتحل عملنا مصد بتاع كله هيعالج شعرك من اول البصيلات لحد الاطراف اول حاجة هنستخدمها زبدة الشي انا بفضل زبدة الشي الصفرة لان هي بتبقى غنية اكتر بيكونوا ضيفين عليها زبدة الشي اصلا بيكون لونها عاجي بيضيفوا عليها عشبة اسمها البروتوتو العشبة ده ده غنية جدا بالفيتامين اي او فيتامين هي مهمة جدا ليه لان زبدة الشي الصفرة بترمم الشعر بيسموه في افريقيا هو الزهب الافريقي سواء للبشرة او للشعر انا اخدت منها ثلاث معالق هنخش على المكون التاني في وصفتنا وهي زبدة الجرجير اختراع يا كوتش زبدة الجرجير من الحاجات المهمة جدا ومن اقوى الحاجات اللي بتاول بصيلة وبتغزيها وبتزود نموه طول الشعر هناخد منها معلقتين بس هنخش على المكون التالت المكون التالت الزهب المغربي عرفتوا لي اسمه الكولوجين والذهب لان احنا مجمعين في اغلب المكونات اللي بيطلق عليها من كل بلد ان هو ده الدهب خلاصة الزهب اللي بتحط البشر او الشعر ده زيت ارجان مغربي هنحط منها خمس معالق هدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة مش هانسى ان زيت الارجان المغربي اقول لكم المعلومة المهمة جدا دي ان زيت الارجان المغربي هو الزيت الوحيد الامن المسموح بيه مش بس نعمد بيه مسكات للشعر لا كمان ندهن بيه فروط الراس والشعر نفسه كدهان يومي بدل اي سيروم هيغزي وينعم ويغلف الشعر كمان هنخش بعد كده على المكون الرابع وهو الاي اويل الاي اويل اللي هو فيتامين هيه فيتامين هيه يا جماعة في الوصفات دي بالذات انا مش عايزة كابسولات بتاعة الصيدلية في اي اويل ده موجود في كل حتة في الصيدليات اولاين موجود كل حتة الاي اويل ده هو المخصص لده زيت البشرة او الشعر ده اللي بيدي نتائج فعلية هيلة سواء للشعر او للبشرة ده تركيسه سبعين الف وده اعلى تركيز علامي ممكن تلاقوا بيه الاي اويل والازالزة دي بتقعد كتير جدا لاني تركيزها عالي وهنشوف دلوقتي واحنا بنحطه على الخلطة بتاعتنا هنحط خمس نقف من الاي اويل زي ما انتم شايفين كده هو لازج جدا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة عايزين نقول بقى بديل على قد الايد عشان لو الميزانية بازت مننا ومش هنقدر نجيب الاي اويل ده حاجة بسيطة جدا متوفرة بس المعلومة اللي مش موجودة عندنا زيت السمسم زيت السمسم لو بيور مضبوط بجد هو فيه اعلى تركيز نسبة فيتامين هي يعني هو مش نفس التركيز بالتاع ده بس يقضي الغرض معنا بس بدلا ما هحط خمس نقف من اي اويل ده انا هحط خمس معالي من زيت السمسم البيور هيدينا نفس النتيجة بالزبط المكون اللي معانا باعتك جدا وهو زيت الججوبة زيت الججوبة يا جماعة كولاجين طبيعي كولاجين طبيعي باركوت بتاعه لما بيتحط على شعرنا او بيتحط على بشرتنا البشرة او الشعر بتستقبله كأنه كولاجين خام وبشكل طبيعي وامن على كل الاعمار هنحط منه هنا باردو خمس معالي كده كده على فكرة الشعر كمان بيشربه بسرعة جدا جدا زيت الجوبة البيور بيكون ملمسه زي زيت الارجان المغربي بالزبط بس مش محتاجة اكتر من كده اخر مكون معانا وهو زيت لبان الدكر زيت لبان الدكر للشعر او وده اللي هنقوله كمعلومة مختلفة زيت لبان الدكر مهم جدا للشعر مش عشان بس بيميتوا بالكولاجين لا كمان عارفين طبعا المشكلة الكتير مننا بيعاني منها ان تلاقي تقول لي ايه انا شعريتي يا دوب لو مسكتها تقع كأن الجدر مش غارس كويس في فروة الراس زيت لبان الدكر ده السر اللي هنقوله كمان من اثارنا اللي قلناها النهاردة في الفيديو ان زيت لبان الدكر بيشتغل على النقطة ديت ان هو بيغزي البصيلة بتاعة الشعر عشان خليها تغرز اكتر في فروة الراس فالبصيلة تكون اقوى والشعرية طبعا بعد كده تكون معانا احسن هنحط منه ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر عشر نقطة بالتمام وكمال زي ما احنا شايفين دي المكونات باقت بتاعتنا بتاعت الماسك بتاعنا هنقلبه خمسة الطبعية ما حدش يقلق من الزبتات خالص لو بيور اول ما بتبتدي تقليبيها مع الزيون زي ما انتو شايفين كله بيمتزك ببعضه ما بيحتاجش مننا اي مجهود وبقى معاكي مصك الدهب بالكولاجين لشعرك هتبتدي تدليتي بالخليط دهب ونفروت الراس لحد الاطراف لو عندك الاطراف نشفة بنبتدي نقطر الكمية ونزود المدة اللي بنعمل بيها المساج للاطراف بتاعت الشعر واحنا بندلك فروت الراس يا جماعة بندلك بصوابعنا مش بدوافرنا وبشكل دائري وبرفق جدا بالراحة بداش ندلك بشكل قوي عشان ما نقطاش شعرنا احنا محتاجين بس النشط البصيلات زي ما انتو شايفين بقى قرامه بسيط وناعم جدا وسهل التوزيع عايزين نقول نقطة مهمة جدا اللي باز في سنين مش هيتصلح في مرة يعني ايه يعني منفعش اكون بعرض شعر الحرارة وسبخته وصحبت لون وفردته وعملت فيه كل ما لا يعمل وبعد كده عايز اتقرب الوصفة في مرة الاقي شعر يرجع زي الاول واحسن اصبري ادي فرصة لشعرك يتعالج ويتغزة ويتنفس كويس ويستفاد بالخامات الطبعية والحاجات الطبعية اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبهنة باسعار زهيدة جدا عن اي جلسات بنعملها برا وفي بيتك لا تروحي كده ولا كده ومصاريف على الدنيا اشوفكم في فيديو تاني وسلام عليكم